وعينيك يا سلوى أحس دمي يجري وأبسم للدنيا كأني لا أدري طعين وكفي فوق جرحي تشده وأضحك حتى لا يرى ألمي غيري وأضحك حتى لا يرى ألمي غيري وأعلم يا سلوى بأن هواجسي فقال على كل الصدور سوى صدري فأودعها في أضلعي كلما قست تململ في الأوراق حرف على صطري سأضحك يا سلوى وإن كان في دمي سعير أقاسي منه فوق مدى صبري وماذا تبقى لي لآسف بعدما رأيت أعز الناس أدنى إلى غدري واضح أن قوله عينيك ليس قسما بغير الله إنما هو كالعمري أو وأبيه إن صدق أفلح أبيه والله الموفق